مع انطلاق باكورة المشاريع التي وعدت بها حكومة ذيقار حيث وجهت بلدية الناصرية بإكساء شوارع حي أريدو لكن عملية الإكساء واستهداف الشوارع المخدومة في هذا الحي أصبحت دون خطة مدروسة لجميع شوارعه بحسب الأهالي نحن مستغربين من قضية هذا شارع تبليط هذا اللي يشوفونه وراي هذا هذا شارع وذاك شارع ثاني يعني هذا ليش هذا ما يربط بهذا هنا مجرد عشرين متر هذا يقولونه ما مشمول نحن نطلب طلب من الدولة والمسؤولين اللي يعطفون على المواطن ويكملون الشوارع كلها مو هذا نسوي وهذا ما نسوي هذا ذا ما سوه ودخلت بسيارة وصعدت على التبليط ماكو فائدة صقط هذا انتهي تنفيذ المشاريع وعداد الخطط تحتاج للجان المهنية على أرض الواقع لتلافي انهيار وتآكل المشروع كمنهارة المشاريع السابقة حي اريد احتج مواطنوه لمنع انهيار مشروعهم الخدمي فيما طالبوا حكومة ذيقار بتشكيدي مجلس تحقيقي قبل انتهاء المشروع نعملنا يحتمد على المواصفات البلدية هي تطين الشوارع يتحدث انها تقريبا 95 شارع مشمولات بمدة عمل 360 يوم بالنسبة للمواصفات البوري هي البوري المواصفة اللي جايتنا هي البوري والأربعة والقفيص لفوق او للجانب هو بوري الماء يحتمد على الضغط على ضغط الماء يعني اذا كان للجانب او كان لفوق هو نفس الشيء ويأمل الذيقاريون بباكورة مشاريع ما التي وعدت بها حكومتهم المحلية بان تكون ضمن خططا مدروسة لتلاف الانهيار في قادم الايام لقناة التغيير هابن خفاجي الناصرية